اشتركوا في القناة الذي يحلف لقريبه ولا يقدر به ولا يعطي فضاته بالربا ولا يقبل الرشوة على الأبرياء الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الأبد يا رب من يسكن في مسكنك من يحل في جبل قدسك يا رب يسوع المسيح عندما أدخل في كنيستك بيتك المقدس ارتفع عن الأرضيات وأشتاق لبيتك السماوي ملكوتك الأبدي ارتفع تدريجيا كمن يصعد جبل قمته هي ملكوتك الأبدي يا رب يسوع المسيح قدس مشاعري في بيتك وزود أشواقي إلى بيتك الأبدي أنا عبدك الخاطئ السالك بلا عيب والفعل البر يا رب يسوع المسيح لكي أستحق ملكوتك ساعدني أن أسلك بالكمال بلعيب يعثر أحد أسلك متشبها بك أن تلحمل الحقيقي الذي بلعيب اجعلني حريصا في الإبتعاد عن الخطايا الظاهرة وإن سقطت فيها أتوب سريعا وأرجع إليك أنا عبدك الخاطئ والمتكلم بالحق في قلبه الذي لا يغش بلسانه ولا يصنع بقريبه سوءا ولا يقبر عارا على جيرانه يا رب يسوع المسيح نقه قلبي لأسلك في وصياك بصدق وأشعر بوجودك في داخلي فأستنير روحيا وأتمطع بعشرتك داخلي لا أكذب أو أغش ولا أفعل شايا بأحد فلا أصطاد خطأ لأحد ولا أوصله لآخرين للإقاع بينهم بل اجعلني أحب الآخرين فأصطر عليهم أنا عبدك الخاطئ فعل الشر مرزول أمامه ويمجد الذين تقون الرب يا رب يسوع المسيح اجعلني أعمل وصياك وأحب قريبك نفسي فأحب كل الناس وأكره الشر وأشفق على الخطاء الذين يخدعهم إبليس وأحب القدسين ومن يسلك بتقوى وأعمل كل ما يرضيك ولا أظلم أحد ولا أحابي لأحد يا رب يسوع المسيح اجعلني أتتلمز على يدي القدسين والأطقياء وأشجع خائف الرب عندما يتمسكون بالفضيلة ويحتعملون استهزاء الأشرار بهم اجعلني أراك في قدسيك وكل من يخافك وأكرمك في شخصهم اجعلني أمينا في كلامي وفي بوعودي مهما كانت التضحية انزع عني التعلق بالماديات الذي يحلف لقريبه ولا يخدر به يا رب يسوع المسيح لا تسمح لي بأن أفتري بالكذب على شخص للإساءة إليه ولا أعمل بخبص في الخفاء وكما لأقبل الشر على نفسي لأقبل أن أفعل شر للآخرين يا رب يسوع المسيح اجعلني أكون أمينا مع الناس لأخون ولا أصنع بهم شرا وأرفض الإدانة بكل صورها على كل إنسان اجعلني أن أكون متسامحا أحتفظ بمحبة للآخرين وبنقاوة قلبي أنا عبدك الخاطئ يا رب يسوع المسيح اجعلني أكره الخطيئة وأرذي الشهوات العالم وأحتقرها وأرفض شر الخطاة مهما كان مركزهم ولا أنصاق وراءهم ولا يعطي فدته بالربا ولا يقبل الرشوة على الأبرياء يا رب يسوع المسيح اجعلني مشفقا على المحتاجين ولا أستغل احتياجهم ولا أتاجر بكلمة الله فأتكلم عنك لأن الكرم ومجد من الآخرين اجعلني غير متعلق بمحبة المال بل أستخدمه لي وللآخرين يا رب يسوع المسيح اجعلني لا أحكم على أحد معوجا للحكم لمصلحة شخصية كما يحكم القاضي بعد أخذ الرشوة الذي يصنع هذا لا يتزعزع إلى الأبد يا رب يسوع المسيح اجعلني ثابتا فيك متمتعا بالسلام الداخلي والفرح الروحي ولا تقو علي حروب الشياطين لا أتزعزع ولا أتطرم لأنك ساكن فيي إلى أن أسكن في ديارك إلى الأبد أن عرضك الخاطئ